السؤال هو هل أستطيع السفر بالريتفوتة خارج إيطاليا؟ الريتفوتة هي الإيصالة التي تحصل عليها من مكتب البريد عند الزهاب للتقدم بطلب تجديد إذن الإقامة بالريتفوتة تقدر توقع عقد إيجار عقد عمل تكون بطلب تغيير محل الإقامة والتسجيل في دورة أو كورس يعني هي بتحل محل إذن الإقامة حتى تأتي الجواب من الكوستور مفيش قانون بيمنع الحق في السفر خلال مدة انتظار إصدار إذن الإقامة كل ما عليك عند توقيفك تقدم الريتفوتة اللي بتوضح إنك في حالة انتظار إصدار إذن الإقامة يعني لك الحق في الخروج ولكن يجب أن تحمل الريتفوتة مع إذن الإقامة المنتهة ودي رد موقع الشرطة في حالة السفر للخارج بريتفوتة إذن إقامة المنتهة لابد من حمل جواز سفر ساري وإذن الإقامة المنتهة وأن يكون السفر من إيطاليا إلى بلده والعودة مرة أخرى إلى إيطاليا بطيران مباشر وليس ترانزيت أما للأطفال فيجب التأكد من تسجيل أزماهم في الريتفوتة من يحمل إذن إقامة لأول مرة الحق أيضا في السفر خارج إيطاليا لكن لابد من إزهاره للسلطات رتفوتة طلب إذن الإقامة وجواز السفر الموجود به التأشيرة التي تحصل عليها من الكونسوليت لتكون بسفارية آمنة مع الريتفوتة يجب أن تكون بالسفر من وإلى إيطاليا بالطيران المباشر وليس ترانزيت لو كان لديك مشاكل مع الأمن العام فحذر السفر بالريتفوتة انتبه أن لا تكون الأوراق المطلوبة لتجديد إذن الإقامة ناقصة واحترم تعليمات الشرطة بخصوص طلب تجديد إذن الإقامة